بلدة كفر كيلة تسرق الكهرباء من اسرائيل بهذا العنوان العريض أعلن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد تحقيق شرطة العدو الإسرائيلي ببلاغ أحد مواطني قرى الشمال عن وجود كبل كهربائي ممتد من لبنان وتحديدا من بلدة كفر كيلة إلى الداخل الفلسطيني المحتل من تحت الأرض نقل الناشطون الخبر عما سموه موقع ماجات رابشون العبري واستفادوا في الخبر سباح الاثنين ونشروا تفاصيل الواقعة مواطن لبناني اتفق مع مستوطن اسرائيلي ومد الشريط الكهربائي من المستوطنة مجهولة الاسم إلى كفر كيلة ويقوم المواطن اللبناني بجمع الأموال من أهالي البلدة قبل أن يقبض المستوطن أمواله عند الشريط الحدودي وأكثر تم كشف الاتفاق بعدما قام العدو بإطفاء المستوطنة المجهولة لتنطفئ نصف كفر كيلة وحتى مركبة الأكيد أن بلدة كفر كيلة تلامس الشريط الأزرق والحدود الفلسطينية حيث تقدر المسافة بين ساحة البلدة والحدود بحوالي كيلومتر واحد ولكن أطراف البلدة تحديدا تتدخل مع الأراضي الفلسطينية ولا يفصل بينهما سوى الجدار الإسمنتي أو حتى الشريط الشائك عند المقلب الآخر والأكيد أكثر أنهما من موقع عبري يدعى ماجيت رابشون والاسم الأقرب له هو موقع مكور ريشون الذي خل من أي تقرير أو مقال يتحدث عن الكهرباء بين لبنان وكيان العدو وفي زيارة إلى البلدة الحدودية يتعجب المواطنون من هذه التقارير وكيف يمكن لمزحة كهذه أن تلقى هذا الكم من الاهتمام الذي تعد التبني ووصل إلى مرحلة المقارنات والترحيب بالجار هذا الموضوع بأكد شغلة وحدة أساسية بالأول تخبط عند العدو الصهيوني والشك بأي شيء ممكن يكون موجود عنده هذا دليل قوة المقاومة ودليل قوة الجانب اللبناني بهذا الموضوع أما الموضوع الثاني فكان ما يخذ حيز النكجي على الطريقة اللبنانية كان الموضوع أخذ بطريقة تنكيد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي ولكن للأسف بعض الشخصيات اللبنانية نحن نعتبرها في مكان الماء أو تعتبر حالة فهماني فاندحرجت أكثر من العدو الصهيوني واعتبرت هذا الموضوع صحيح واعتبرت أن هذا الموضوع ما بين السطون وأنه هذا التطبيع ونحن ماخدين كهرباء أكيد هذا الموضوع عاري عن الصحة وحتى لوكانت الكهرباء مقطوع عنا 24-24 وما في عنا حتى أنديل وما عنا شمعة نضوي بكفر كلا مش رح ناخد كهرباء بأي طريقة أمام العدو الصهيوني أما أهالي البلدة فيؤكدون أن لا يمكن لبلدة مقاومة ككفر كلا أن تلجأ للعدو مهما بلغت تدعيات الأزمة الداخلية عليهم نحن لو ما نقعد مئة سنة بلغ كهرباء ما مناخد كهرباء لو ما نقعد على السريج ما مناخد كهرباء من إسرائيل أنه نحن ناخد كهرباء من جارنا القريب ولجارك البعيد ما بيعشوا هود فلسفة حقا هذا الحق نحن ما منقبله وهذا الشي مش مظبوط ومتما تفضل الشاب لو ما نقعد مئة سنة على الشمعة وبلا كهرباء ما مناخد من الدولة العدوية رفض أهالي كفر كلا فكرة اللجوء إلى العدو للحصول على الكهرباء وضعوا الشدة على لام اسم بلدتهم وقالوا بالفم الملآن كلا كلا لإسرائيل كلا لكهرباء العدو وكلا للتطبيع قبل أن يرسلوا رسالة لأولئك الذين نسوا أن جارك فر كلا الأقرب والأصلي هو فلسطين وليس إسرائيل محمد فرحات قناة الجديد